من أبرز فعاليات مركز الدعوة الإسلامية تقوية صلة المسلمين بالسلف والصالحين وأعلام الأمة وذلك من خلال ذكر سيارهم ومناقبهم وأحوالهم في العلم والعمل والمجاهدة فيقيم المركز بين كل فترة وأخرى الإحتفالات والمجالس ويستمع الحضور إلى نبذة شاملة عن عالم أو إمام من أئمة الهدى السابقين ويقرأوا القرآن ويهدى لهم ثواب القراءة للقرآن الكريم والأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأعمال الصالحة واستمرارا لهذا المنهج المبارك سافرت داعية غلام ياسين العطاري القادري من مدينة جاكرتا إلى مدينة بن جرماسين بإقليم كاليمنتان بإندنوسيا من أجل المشاركة في الذكرى السنوية لوفاة الشيخ الحبيب محمد زيني رحمه الله تعالى والذي يعد من كبار العلماء والمشايخ الذين نشروا الإسلام في إندونيسيا حيث بلغ عدد القائمين على تنظيم الاجتماع واللقاء 22 ألفا فقط وأما الذين احتشدوا للمشاركة في هذه الذكرى السنوية فقد زاد عددهم على مليون تقريبا ولدى وصول الداعية غلام ياسين القادري استقبله المحبون ومنظموا الاحتفال بكل حفاوة وتقدير ومن جانب آخر التقت داعية غلام ياسين بالشيخ الحبيب هود العيدروس وغيره من العلماء القادمين من بلدان مختلفة وقدم لهم المجلة التهريفية بالمركز ليطلعهم على جهود المركز وفعالياته في سبيل نشر رسالة الدين ونشر الخير وإصلاح الأمة ترجمة نانسي قنقر